طبعاً بالنسبة للقطاع الخاص دوره حيوي بدايةً أنه لديه المعرفة التراكمية في النشاطات الاقتصادية يمكن أن يكون لها ريع وعائد إيجابي سواء على نفس المال أو حتى على مستوى الأثر الاجتماعي ومعنى يمكن أن يحدثون بخلط غضائف وتحسين في ظروف البيئة الاستثمارية والتجارية المنطقة شمال سوريا دخلت تقريباً في عام 2018 في مرحلة من الاستقرار النسبي تعززت أيضاً مع الاتفاق الروسي التركي في شهر آذان 2020 وهذه الحالة الهدوء النسبي سمحت بأصحاب الأموال وأيضاً من تجار وصناعيين في المنطقة أن يعودوا بموالسة أعمالهم التجارية من ناحية وأيضاً من إنتاجية اليوم المنطقة شهدت عودة عدد من الصناعيين وأيضاً من الخارج لها فيها عدة مناطق صناعية في المدينة التعزاز وفي الباب وفي الراعي وهناك أيضاً اليوم حديث عن مدرسة المدينة التعزاز وفي الاخترين وأخرى في جرابلوس كل هذه المعطيات توضح بشكل عام التوجه الطبيعي من الأسفل إلى الأعلى من المجتمعات المحلية التجارية والاقتصادية في رغبتها في معارسة نشاطها وهنا يكون بروة القطاع الخاص في كيفية الإدارة هذه النشاطات للوصول إلى كتلة حريجية في المقابل الجهات الحكومية لديها مسؤولية اليوم في وضع الجهاز الرقابي في وضع القوانين والتشريعات التي تسهل عمل هذه المشاطات التجارية والتي تحميها أيضاً وهنا نشهد أن الحكومة المؤقتة بإضافة إلى المجالس المحلية أضع خطوات مهمة جداً على سبيل المثال المدن السماعية هي إبارة عن مبادرات المجالس المحلية هي شركة بشركة فيها أيضاً لبزارة المالية في حكومة المؤقتة عملت على عدد من التشريعات بالإضافة أيضاً إلى دارة المشاريع في البنية التحتية في الحصول على مواد أولية مثلاً مثل القمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر